العراق الذي كان يستخدم بذوره المحلية بنسبة 97% وينتج من القمح ما يكفي حاجته بل ويمكنه من التصدير إلى الخارج بحسب دار بابل للدراسات والإعلام والذي تقدر مساحة أراضيه الصالحة للزراعة نحو 48 مليون دونام بحسب وزارتي الزراعة والتخطيط يستغل اليوم 12 مليون دونام فقط من تلك الأراضي ما جعل البلد في ذيل قائمة الدول الزراعية الواقع الزراعي لم يسلم أيضاً من ضربات استيراد المنتجات الزراعية صحيفة العربي الجديد كشفت أن القطاع الزراعي في العراق معطن لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بالفساد المالي والإداري مؤكدة أن نحو 4 مليارات دولار سنوياً تخرج نحو إيران وغيرها لشراء منتجات أغلبها كانت تزرع في العراق لافتة إلى أن حسابات سياسية خلال ولاية العباد عطلت جهود تنشيط القطاع الزراعي وهذا ما أكرته لجنة الزراعة في البرلمان العراقي حين اتهمت جهات مختلفة بالعمل على ضرب القطاع الزراعي في البلاد وتسهيل استيراد منتجات زراعية بالتزامن مع مواسم حصادها في العراق بهدف ضرب ذلك القطاع الحيوي بل إن حجم التلاعب بمقدرات البلاد الزراعية يتضح أكثر من خلال ما كشفت هيئة النزاهة عن وجود مئات القروض الوهمية التي تم تسلمها دون وجود أراضي زراعية أو دون استثمار صحيفة العربي الجديد عادت لتؤكد أن الاعتماد على المنتجات الزراعية المستوردة واستفحال الأزمات دون إيجاد حلول حكومية لها أدى إلى تدهور وضع الفلاح الاقتصادي فأصبحت نسبة الفلاحين في الأرياف الثلثة فقط بعد أن كانت الثلثين فهل يهتم مساسة العراق اليوم بمناء اقتصاد يحمي الإنسان ويرسل بنيان؟ سؤال ربما لا تحتاج الإجابة عليه إلى مزيد عناء